مع بداية كل صباح وعلى متن دراجته النارية يتوجه الشاب قادري إلى عمله لمزاولة مهنته في طلاء المنازل فالشاب قادري هو واحد من فيات ذوي الهمم الذين شقوا طريقهم في الحياة العملية والاجتماعية دون أن تعوقهم ظروفهم الجسدية حاليا أمارس مهنة صباح وحقيقة بدأتني هذه المهنة لما فيها من إبداع وفن وتطوير الدات كانت البداية نتاعي في 2001 حيث سافرت إلى ولاية أدرار وبدأتني نزول هذه المهنة التي عجبتني وتمشيت فيها إلى يومنا هذا الحمد لله واحد كما نقوله ما لقاش خدمة اللي ترويحها كما نقوله تحديت صعوبات هذه ورغم أن الشاب قادر يفتقر لعمل ومصدر دخل ثابت وكاف لإعالة نفسه لأنه يجتهد ليعف ذاته وأولاده من خلال تمييزه في مجال الطلاء تمييز جعل منه المطلوب الأول في ولايته أراني ناكل منها الخبز ناكل كل منها وليداتي ونتمنى نتمنى من العلي القادر جيني فرصة هكذا في عمل يكون شوية مريح النظر للحالة نتاعي حركيا بدرجة 80% القادم اليومنا نتلقى عروض كثيرة من طبيعة الحالة في البداية كانت شوية كما نقوله التقيقة على الزبائن كانت شوية من مرور الوقت الحمد لله كسب التقيقة للزبائن ونطلب من السلطات أنها تعاوني ولوبي أبسط الأشياء أحلام الطيب ليست مستحلة بل هي بسيطة تماما كبسطة نفسه المجتهدة والمكافحة فهو لا يطلب أكثر من درجة نارية جديدة ووظيفة تضمن له ولعائلته دخلا ثابتا يعينهم على نوائب الدار